والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد أخبار المال والأعمال في نشرة التساعة تستعرضها لنا الزميلة فاطينة خميل شكرا مصطفى ميزار شكرا ناهب حسين وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة دشنا وزير البترول وثروة المادنية طارق الملة المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكريري وتصنيع البترول بمصاف التكرير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك في إطار التوسع في مشروعات التحول الرقمي وأكد الملة على أهمية مشروعات التطوير ورقمنا في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب خاصة في مجال التكرير الذي يعد ركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية هذا ووجه الملة بالإسراء في تنفيذ كافة مراحل المشروع والمراجعة الدورية لكل مرحلة فضلا عن الاستعانة بالكوادر الشابة كما تبع الملة سير العمل في غرفة رصد حركة النقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع وآخر جلسات العام المنقضي بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وسط أحجام لتداول متوسطة ربح رأس المال السوقي للبرصة ملياري جنيه ليغلق عند مستوى تسامة 61 مليار و200 مليون جنيه على الصعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 14 من 100% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط اي جي اكس 70 بنسبة 37 من 100% ليغلق عند مستوى 2800 ونقطة واحدة صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 35 من 100% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة في اسواق البترول العالمية تراجعت اسعار النفط حيث اضعفت ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الصين الامالة في تعافي طلب على الوقود في ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم انخفضت العقود الاجلة لخام برينت تسليم فبراي بنسبة 5 من 10% الى 82 دولار و84 سنت للبرميل لانما هبط الخام الامريكي بنسبة 6 من 10% الى 78 دولار و46 سنت للبرميل كما تراجعت اسعار المزوطة عالميا بنسبة 32 من 100% لتصل الى 3 دولارات و23 سنت للتر كما انخفضت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة 82 من 10% لتسجل نحو 4 دولارات و55 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت برصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم اخر جلسات عام 2022 باستثناء المؤشر العام لبرصة البحرين الذي ارتفع بنسبة 83 من 100% وتراجع المؤشر العام لسوق الاسم السعودية بنسبة 7 من 100% وهبط المؤشر الرئيسي بسوق ابو ظبي للأوراق المالية بنسبة 28 من 100% نقفض المؤشر العام للسوق دبي المالي بنسبة 45 من 100% كما تراجعت مؤشرات برصة الكويت بنسبة 21 من 100% وهبط المؤشر العام لبرصة قطر بنسبة 61 من 100% موسيقى موسيقى مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لهبا ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة شكرا لك فاطيمة على هذا العرض الاقتصادي الرائع شكرا لكم